في حالة مثل العراق لا تنفع معها الشعارات ولا الوعود لتلميع صورة يعرفها العراقيون أكثر من غيرهم ويتحدث بها المعارضون مدعمين بالأدلة والبراهين لكن بعض المتوغلين في العملية السياسية يحاولون القفز من السفينة المتهالكة بالنقم على الواقع وكأنها مقاربة بين المعارضة والمصلحة مؤسسات الدولة تشك أن تتوقف نهاية حزيران الجاري هذا تحذير رسمي يطلقه ديوان الرقابة المالية الذي أرجع السبب لعدم حسم الدرجات الخاصة والمديرين العامين الديوان أوضح أن الحكومة لم تصدر أي معايير واضحة بشأن آليات اختيار المديرين العامين والدرجات الخاصة محذرا من حسم الملف تحت ضغط الوقت والظروف وصراع الكتل على المناصب وذاك ما تخوف منه ائتلاف النصر الذي أكد أن الملف سيحسم بطريقة المحاصصة السياسية بين الأحزاب المتنفذة التي تعتمد مبدأ التخادم السياسي المصلحي أما على الأرض فإن العراقيين يمعينون بمقاطعة العملية السياسية المأزومة فتقر مفوضية الانتخابات بالجنوب بأن المواطنين عازفون عن تحديث بياناتهم استعدادا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي آخر التقارير تحدثت عن أقل من 30% هي نسبة من قاموا بتحديث بياناتهم وذلك بحسب كثيرين يعود إلى أسباب عدة أبرزها غياب الشعور بأي أمل في التغيير بعد ست انتخابات طغت عليها الشعارات والوعود بالرفاهية قابلها على الواقع فقر وبطالة وانهيار في الخدمات وقطاعات الصحة والتعليم ونفوذ للميليشيات بشكل أكبر من السابق يقول مراقبون إن الانتخابات المحلية المقبلة قد تكون الأكثر عزوفا وقد تنهار ولا تحقق نصابها الدستوري وذلك يمثل كابوسا للحكومة بحسب مسؤول في المفوضية المسؤول أكد أن مدنا كاملة لم تصل فيها نسبة تحديث البيانات لأكثر من 10% بعد تيقن العراقيين بفشل العملية السياسية وفساد القائمين عليها غير أن التزوير والأرقام الفلكية لا يبدو أنها ستنقذ موقف الحكومة كما حدث في السابق فالمؤشرات تقول إن غضب العراقيين يوشك أن ينفجر تزيد من انفجاره نار الصيف اللاحب